بسم الله الرحمن الرحيم مع المحاضر رقم اتناشر في كورس الاسكور 350701 النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن السيسكو ستيل سووتش السيسكو ستيل سووتش ده من السيسكو الجديدة الخاصة بسيسكو اللي من خلالها بنعرف نعمل سينسينج لأي حاجة ابنورمال داخل النيتور لما نيجي نعرف السيسكو ستيل سووتش نقدر نقول ان هو فيزابيلتي سيليوشن بيديلك اوفر فيو عن كل ترافيك بيحصل عندك في النيتور دايما فيه مسعوندرستاندنج عند الناس ان هي بتتميز او بتشبه السيسكو ستيل سووتش بي السيسكو سيليوشن وطبعا ده حاجة خطأ السيسكو سيليوشن هو بيطلع لك ايه هي الاتاكس ايه هي الفولنرابلتس بيعمل لك كمان ايه هي الموصد كومان الفولنرابلتس اللي عندك بيديلك الركومنديشن بيديلك السيليوشن عليه هنا السيسكو ستيل سووتش نقدر نخصصه في كلمة نيتورك اسا سنسور ان انت بتخلي الشبكة بتاعتك كلها شرغال كسنسور سنسور اي حد بيعمل اي حاجة في النيتورك السيسكو ستيل سووتش حيلقطها حد بيفتح مواقع حد بيعمل سكان حد بيعمل بنج حد بيحاول اكسر لحد عن طريق الافتي بي السيسكو ستول سووتش بيلقط الكلام ده وبيسجله عنه طب انا هستفاد ايه بيه الكلام ده السيسكو ستيل سووتش بيعطيلك فيزابلية النيتورك بتاعتك بشكل كامل انا بدل ما يحصل عندي ابنورمال ترافيك بدل ما كان فيه واحد انا متعود ان هو يعمل ترافيك معين وفجأة بقى بيعمل ترافيك ابنورمال فان على طول كسيسكو ستيل سووتش بسجل الكلام ده كحاجة اسمها السيكورتي انديكاتور او سي ااي الكنسرن انديكس والكنسرن انديكس بتاو ده كل شوية بيزيد بحيس انا كادمينستريتور لما اجي النيتورك بتاعتي بروح اشوف حاجة اسمها السي ااي بتاعت كل الترافيك عندي اتلاقي السيسكو ستيل سووتش بيقولي انا شايف ان ده ابنورمال ترافيك طب انت ستيل سووتش عرفت الكلام ده ازاي السيسكو ستيل سووتش على مدار الساعة شغال عندك في النيتورك وبيسجل اي ترافيك بيحصل فعلى اساس الترافيك اللي هو بيسجله بيبتلي يخزن عندك كل حاجة بتحصل ويقولك انا شايف ان ده نورمال انا شايف ان ده ابنورمال طب ازاي السيسكو ستيل سووتش بيشتغل او بيتجمع الكلام ده بمنطقة البساطة السيسكو ستيل سووتش عشان يشتغل عندك لازم يكون فيه اتنين كمبوننت رؤسيين موجودين الكمبوننت الاول بنسميه السيسكو ستيل سووتش ماتج منت كونسول وده اللي بيظهر لك عليه الداشبورد او ده اللي بيكون روحة التحكم بال بالنسبة لك لاي حاجة بتطلع في الاستيل سووتش الاستيل سووتش ما بيعرفش يشتغل من نفسه كده يجيب الترافيك ويسكره عنده فيه كمان برودكت بيجي مع الاستيل سووتش اسمه ده اللي احنا بنزبط الاجهزة عندنا تحت نيتروك زي سويتشات راوترات فايربول بقولهم يا اجهزة باستخدام بروتوكول النيت فلو اللي حنفعله عندكم ابعته اي ترافيك عندكم وتحديدا الترافيك اللي اسمه سيشن داتا ابعته باستمرار الفلو كوليكتور حياخد منهم الداتا ويحولها من الرو داتا بتاعتها يزبطها ويحطها في جداول ويقوم ارسلها للستيل سووتش ماناتج منت كونسول عشان يزهره يعني عندما نتكلم عن الكمبوانت الاول الستيل سووتش ماناتج منت كونسول نقدر نقول ده ممكن يكون عندك ديفايز كهارد وير او ده يعتبر الجرافيك الانترفيس اللي من خلالها انت بتمناج كل حاجة خاصة بالسيشن اللي بتجيلك من الفلو كوليكتور طب بعض الاحيان احنا بنسمي الستيل سووتش ماناتج منت كونسول اسمي سي ده اختصارا ليها كل حاجة هو بيسترابها من الفلو كوليكتور بنسميها فلو داتا او فلو عن طول فلو كوليكتور بيجمع الداتا دي عنده ويعملها سامرايزيشن ويرسلها للاسمي سي الاسمي سي بيعمل حاجة اسمها كورريليشن للداتا بيعمل ترابط ما بين الداتا وبعضها وبعد كده بيظهرها للأدمنستريتور في حيئة جداول ممكن يخليه يعمل فيها فلتر او يطلع معلومات جهاز باين ده بالنسبة للاسمي سي اللي هو الداشبورد الرئاسية او اول كوبوننت رئيسي في الستيل سووتش تاني كوبوننت عندنا اللي احنا كلمنا عنه اسمه الفلو كوليكتور ده زي زي الاسمي سي اما بجيبه كابلاينس كهاردوير او ده على طول بيشتغل باستخدام النيتفلو بروح على كل ديفايس عندي من الديفايس بتاعت النيتورك ديفايس اللي عندي سواء راوتر او سويتش او فايروول او ويب سيكيوريتي او او سيسكوائيس اقول لهم يا جماعة من فضلكم انا حفعل عليكم النيتفلو عشان اي حاجة بتحصل عندكم حابعتها للفلو كوليكتور فالفلو كوليكتور بياخد الداتا دي بانتظام ويبتر يبعثها للس امي سي الفلو كوليكتور هنا قادر ان في منه انواع يشيل لحد اربعة تلاف فلو من اربعة تلاف فلو لحد مئتين واربين الف فلو بير ساكت طبعا انت الفلو كوليكتور بنختصر هنا بف سي يعني لما تربطه في النيتورك عندك هنا كل ديفايس من الديفايس دي بتبعت له فلو فهو بياخد هنا الفلو الاول الفلو الثاني الثالث الرابع الخامس السادس وكل جهاز يبعث له كان فلو في الثانية الواحدة فهنا على حسب بتاعك فيه فئات او فيه انواع من الفلو كوليكتور على حسب اللايسنس بتاعتها لما بتجيبها بتشيل لحد مئتين واربعين الف فلو في الثانية طب انا بالنسبة للراوترات والسويتشيات والاجهزة اللي عندي لما تيجي ترسل الداتا لفلو كوليكتور احنا اتفقنا انه لازم يكونوا شغالين ببروتوكول زي النيتفلو النيتفلو ده شغال على السيسكو راوتر والسيسكو سويتش او ممكن يكون عندك بروتوكولات تانية زي الجي فلو او الاس فلو لو انت عندك اجهزة تانية يعني هو الكلام واحد انا عندي هنا الاسمي سي بيحلل وبيطلع جداول وبيطلع الستاتيستيكس لحاجات الفلو كوليكتور جمعها والفلو كوليكتور جمعها عن طريق بروتوكول النيتفلو اللي كان متفاعل قريدة على الاجهزة لو حابين نشوف ديمو صغير كده عن الكلام ده ده شكل المفروض الستيلس ووتش الاسمي سي من جوه ده شكلها فيه عندك هنا لانواع الدياتا اللي بيتعمل لها عندك داخل النيتورك هنا مطلع لك هنا الطوب هوستس اللي موردين ترافيك او على حسب الكاتيجوري اللي انت مفتر لو حابين هنا نشوف ديمو صغير كده للجهاز ده شغال ازاي زي الان بالظبط سيسكو موفر لك ديمو ابليكيشن انت ممكن تشوفه على طول على الموقع بتاعه سيسكو ستيلس ووتش ديمو ادخل على اول رابط عندك ستيلس ووتش ديمو سيسكو انزل تحت هنا في الصفحة اختار انستانت ديمو ستيلس ووتش وتحت خلص هنا اختار فيو ناو بعد ما اعتامل تسجيل دخول بالاكاونت بتاعك اللي موجود عن سيسكو الاكاونت فور فري هيفتح لك هنا الداشبورد بتاعت الستيلس ووتش حاليا وهو شكل اللايف عند سيسكو كلاود في الداشبورد الرئاسية متقسم عندي هنا داشبورد منتور انالايز وفي عندي جوبس طبعا فيه فيتشارز اكتر بتكون موجود جوى الستيلس ووتش هنا لو انت عايز تعمل كاريات لبوليسيز لكن احنا بسعب ان احنا داخلينا دلوقتي بشكل ديمو فهو مش مدينا اكسز على كل الريسورس بتاعت الستيلس ووتش هنا ميدي لك حاجة اسمها الالرم هاست ميدي لك هنا الستيلس ووتش الانواع بتاعت الالرم اللي هو بيطلعه هنا السي اي اي او الكنسيرن اندكس هنا جايبهم 13 التارجت اندكس 12 عندك الريكون او ريكونسنس اربعة كل واحدة من دول هو على حسب شايف نوع ترافيك ده ايه فبيقوم صنف التصنيفة دي يعني كمثال جايب لي هنا الطب الارم هاست دي جايب لي الاشهر هاست عملت الارت هنا جايب لي داتا اسمته ان هو اند يوزر ديفايس دي طبع اليوزر دي اند يوزر فيه عندي حاجات تانية زي في حاجات خاصة بالويب في حاجات خاصة لو انا مسلا جيت على الجهاز ده اللي هو لو ضغط عليه هبتدي يجيب لي الترافيك بتاعه او يجيب لي خط سير الجهاز ده في الفترة الاحيرة جايب لك هنا اول مرة هو شافه امتى اخر مرة شافه امتى الجهاز ده متطبق عليه ايه هي اللي ممكن ان يطبق اهو انا لو كان عندي هنا الفول بتاع الستيلس ووتش انا كان ممكن ازبطينا بوليسي بتقوله من فضلك انا عندي في بعض الايبهات الايبهات ديت لو انت تلاقيتها بتعمل اي ترافيك من نوع مسلا اشتي تبيه اعطيني الارت لو تلاقيت الجهاز ده بعينه وبيحاول دلوقتي حدي اكسى عليه باستخدامة دينيس اعطيني الارت يبقى فيه عندك اجهزة بعينها داخل النيتورك انت عايز تراقب الترافيك اللي بيطلع منها او الترافيك اللي بيجي لها بدل ما السيسكو ستيلس ووتش طلالك الترافيك على طول انت هنا بيتحدي الترافيك معين او بوليسي معين هو يطلع فجايب لي هنا جوا الجهاز انه هو تخطى البوليسي لو جيت هنا على بوليسي فيوليشي تعال نضغط عليها هنا كده ونشوفها هيدخلك هو البوليسي بتاعته بقول لك حاليا الجهاز ده مفروض تابع الجروب دي جايب لي هنا اسم الجروب اللي هو تابع ليها وكمان جايب لي هو فيوليشن لها ليه طب الاكشن اللي انت عايز تعمله ايه بعد ما عمل فيوليشن بقولك انت ممكن تشوف كل الفلوس بتاعت الجهاز ده اللي هو عملها فيو فلوز او ممكن كمان تشوف الريبورت اللي هو طلعها قبل كده فهنا بيدخلك في لستة طبعا هنا بيعمل لها لسه سكاني هاجب لك كده كل الفلوس اللي طلت من الجهاز ديت في الفترة الاخيرة جايب لك الساعة كام ده الاي بي طلع من انهي بورت عنده سورس بورت انهي نوع بروتوكول نقل طلع من انهي جروب كان بيستغرم انهي كان رايح الانهي كان بورتوكول نرحله كان كان موجود في انهي دولو بالزبط بحيث انت هنا هو ان كل كل ترافيك عندك حصل حتى جيبلك كمان استهلاكه هو الاترافيك ده كله من اللي بيع Standing او اي حاجه شبها النت في الو دايما بيجيب لك هاتي جايب لك اسم الموقع اللي كان من ب homeownersي جام، لكن يحاول يحاوله ده من اسمه هنا يبقى انا بالنسبة لي هنا لما يطلع لي يقول لنا عملت الالرت لها عشان ايه بالزبط وكمان يطلع لي التفاصيل بتاعته لو رجعنا هنا على الديش بورد على النيتورك سيكوريتي هرجعتنا هنا الديش بورد الرئيسية هنا ممكن تطلعها بالهوست ممكن تطلع هنا بالطايف انواع الترافك اللي هو طلعها ممكن هنا اجيب الورم اكتيفتي اجيب الورم اكتيفتي اشوف مين اكتر ناس عملت وورد او ممكن كمان تجيب بالطوب ايه هي اكتر بوضفلات الفتحة عندك يعني بشكل عام لدي انه الستيلس ووتش فقط قاعد بالدني التنبيه ده الشخص اللي انت معاده عندك في النيتورك تقوله لو حصل حاجه من وراي عرفني الستيلس ووتش مبادل ما يكون عندك بيكون عندك داخل النيتورك انت ممكن تكون عندك السيرفيس بتاعت الكلاود يعني المؤسسة بتاعتك زي الامب بالزبط مبادل ما يكون عندك فيه برايفيت كلاود للامب او بابل كلاود البابل الكلاود بتخليك تاكس من كل مكان فانت هنا سيسكو بتاعتلك ستين يوم بشكل ترايل لو انت عايز تجرب ان انت تربط البزنس بتاعتك او النيتورك بتاعتك بالكلاود بتاعت سيسكو يعني السيلس ووتش في منه نوعين يعمى اون برام اللي هو العادي يعمى اون كلاود من عند سيسكو نفسها استغل انده كده كده عندك فري فانت ممكن تدخل جواه وتبتل بقى تقلب في الاجهزه تجيب مسلا هنا الريكون من اللي كان بيحاول يعمل ريكونس من اللي كان بيحاول يعمل اسكانيج عن نتورك من اللي بيحاول يعمل بنك من اللي مشغل برنامج زي الان ماب كل ده الترافك بتاعك هنا بيجيبه هنا جيب لك الطب همميل لو دخلت على كل واحد في عندك هنا بعض الاكشن سي ممكن تعملها عليه او تدخل الجهاز نفسه الاي بي نفسه ويجيب لك كل التفاصيل بتاعه طبعا ريكون منديد ان انت تكون الشبكة بتاعتك ان انت الايبهات هو اوليد الستيلس ووتش بيعرف يحدد نوع الترافك بتاعها ايه بمعنى الاي بي ادرس ده السيسكو استيلس ووتش مصنف ان هو ويب هوست تابع الكاتيجوري او تابع جروب اللي اسمها ويب هوست جروب الويب هوست جروب في عندك حاجات الستيلس ووتش بيعرف يعمل لها دي تجت بايد فوت لو جيت هناك مونتور هو هو بيعرف يعمل لها دي تجت بايد فوت في عرف نوع الترافيك بتاعك ويصنفك او انا نفسي كان ممكن هنا اروح اقول له يا ستيلس ووتش الاي بي ادرس ده تبع الويب سيرفرس الاي بي ادرس ده تبع الاند بوينت الاي بي ادرس ده تبع الموبايلز بحيث هو بعد كده بدل ما يمنعك انت لوحدك بيمنعك على حسب الكاتجور بتاعها دي كده الهوستس انا ممكن اصنافهم هنا ممكن اعمل لهم قصير بشكل استدقى دي نظرة سريعة كده ان ستيلس ووتش سيسكو حاليا حطاه في كل المناهج الجديدة بتاعتها بحيث انت تكون عارف او عندك اوفر فيو عن ان سيسكو عندها سليوشن اسمه سيسكو ستيلس ووتش سواء كلاوت او سواء كان اونبركس انا بكده خلصت المحاضرة بتاعتي بتاعت النهاردة واشوفه في المحاضرة الجاية باذن الله